بعد تحرير الشطر الأيسر من مدينة الموصل عثرت القوات الأمنية العراقية على شبكة أنفاق حفرها داعش تحت مرقد النبي يونس عليه السلام لسرقة قصر أشوري قديم يعتقد أنه يعود للملك أسر حدون وهو أحد أبرز الملوك الأشوريين وعلى مدى أكثر من سنتين سرقت تنظيم المتطرف منحوتات ومجسمات أثرية كشفت زيف ادعائه في إقامة شرع الإسلام وتعاليمه مرسلنا الأيامين والتفاصيل وصلنا إلى مرقد وضريح النبي يونس عليه السلام بعد أن أخذنا الموافقات الأمنية الرسمية لتصوير الأنفاق التي حفرها داعش تحت هذا الضريح هنا وصلنا إلى أحد البوابات كما يبدو البوابات الأشورية القديمة هنا على اليمين ثور مجنح كبير وعلى اليسار أيضا ثور مجنح كبير يبدو أنها كانت أحد بوابات المدينة كما تلاحظون شبكة أنفاق ضيقة جدا تحت مرقد النبي يونس عليه السلام نحن الآن مباشرة تحت الضريح هذه التلة ترتفع أكثر من ثلاثين متر داعش حفرة يعني شبكة أنفاق موسعة مثل ما تلاحظون من هنا نفاق ومن هنا وأيضا يتشعب من هنا هذه الأنفاق يبدو أنها كانت بخرائط وتصل بهم إلى أي مكان يوجد فيه الآثار الأشورية القديمة بعض الأنفاق يبدو أنها ضيقة جدا هنا لا نستطيع الدخول بسهولة سندخل إلى هذا النفاق هنا دخلنا لأن يوجد في هذا النفاق تماثيل ثلاثة بنات يبدو أنها كانت تمثل الآلهة الأشورية القديمة لا نعرف ما الذي يحملنه هؤلاء البنات لكن يبدو أن داعش لم يستطع أن يسرق هذه القطعة لكبر حجمها فقام بتدميرها الكثير من الآثار التي بقيت دمرت بالكامل لا يعني تم تشويهها بالكامل هنا تنتهي رحلتنا داخل شبكة الأنفاق المعقدة تحت ضريح النبي يونس هذه إحدى بوابات النفق العملاقة كما تلاحظون داعش قام بحفر أول مرة البوابة الرئيسية وبعدها تشعب على يمين ويسار البوابة هذا كله تحت مرقد النبي يونس أخذ ما أخذ من الآثار القيمة الآشورية القديمة ودمر ما تبقى من الآثار من تحت مرقد النبي يونس داخل الأنفاق لؤي أمين أخبار الآن